شكرا لك كابتن سايد عبدالحفيز في البداية طبعا برحب بيك وبرحب بكل نجوم للستوديو التحليل جمهور النادي الآلي ساعات قليلة وبتفصيلنا عن مباراة الآلي والترجي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بيئة البطولة الأفريقية أجواء زي ما اتكلمنا عليها على مدار اليومين اللي فاتوا هنا في تونس أجواء ان شاء الله كلها تصبف مصلحة النادي الآلي حالة التركيز الشديدة اللي اتكلمنا عليها وأكيد كمان اتكلمنا على التدريبين تدريب كان على الملعب الفرعي تدريب أخير على الملعب الرئيسي اللي وضع فيه مستر باتريس كارتيرون كل الأمور الخاصة بين المباراة الآلي والترجي التكتيك يمكن هو طبعا عمل بعض التمويه طبعا في التكتيك أو التشكيل اللي هيخود بيها دي المباراة كان مفتوح طبعا لكل وسائل الإعلام كان متواجدة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي اللي كان فيه الساعة السابعة والربع لكن بقولك يمكن بالنسبة للتدريب تلك يا كابتن سيد بالنسبة لي مرانا الأخير لفريق النادي الأهلي النهاردة طبعا يمكن لو بتكلم على صباح اليوم صلاة الجمعة طبعا كالعادة لعيبة النادي الآلي كانوا متواجدين داخل فندق الإقامة أدوا صلاة الجمعة من بعدها كان فيه طبعا وجبة غدا في الطبيعة طبعا زي ما انت عارف يا كابتن سيد بتبقى قبل انطلاق المباراة بأكثر من أربع ساعات كانت فيه الساعة الرابعة والربع انتهى لعيب اللي النادي الآلي توجهوا إلى الغرف الخاصة بهم على ان نستعدوا ان شاء الله الساعة خمسة وربع في المحاضرة الرسمية والأخيرة والنهاية هنا في فندق الإقامة لمستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف ومن بعدها تنتقل حفلة النادي الآلي ان شاء الله إلى ملعب رادس في الساعة السادسة الى ربع هنا بتوقيت تونس بنأكد من جديد الساعة الثامنة هنا مباراة الآلي والطراج التونسي التاسعة مساء بتوقيت القاهرة هتكون هذه المباراة بنتمنى كل التوفيق يا كابتن سايد لفريق النادي الآلي الجهاز الفني وان شاء الله بإذن الله كمان نتمنى التوفيق للحكم اللي جابوني إيريك أوتوجو اللي النهاردة ان شاء الله يقود هذه المباراة هو طبعا حكم مماز جدا بيعاونه كمان عيسى يا عيسى ومسند ومونتل طبعا دولة يمكن لكونوا معاه في طاقم التحكيم بنتمنى ان شاء الله زي ما قلت لك يا كابتن سايد تكون كل الظروف مهيئة لفريق النادي الآلي ونعود منتصرين بإذن الله إلى القاهرة يرفع رصدنا بإذن الله إلى عشر نقاط عود لك يا كابتن سايد ولو فيها استفسار يا كابتن سايد